فيديو النهاردة يا جماعة مهم جدا ايوه عيفوتك الفيديو دوت لان هنحاول الدهن البقري اللي سمنا طبيعي مية في المية وزي ما شفتوا في الاول شكل الزبدة عملت زي طعم وريحة ولون يعني ما فيش كلام ان دي زبدة اه طبيعي مية في المية حقيقي زبدة فلاحي احنا جبنا هنا الدهن اه اه الطعناء تمام وهنجيب حلة اه الحلة دي تكون كبيرة شوية يعني هن تبقى تبقى نص الحلة تقريبا يعني مش ازود من كده لان الدهن بيفور وبيتدلق تمام هنحط على النار بقى وهنولى عليه البتجاز وهنسيبه بقى هنمشي مع بعض خطوة بخطوة هنشوف هنعمل ايه بالزبط وياريت عشان الفايدة تعمه كل الناس تستفاد من الفيديو اه شاركي بلايك او شارك بلايك اه وتكون ساهمت ان الفيديو وصل لكل الناس لان هو حقيقي فيديو مهم ركزوا معايا بقى هنا السمنة بدأت اه او الدهن بدأ يسيح هنمشي مع بعض كده خطوة بخطوة هنشوف ايه الاضافة اللي هنضفها له عشان نحوله من دهن آآ اللي سمنة تمام? والاضافة دي هنضفها امتى بالزبط? خليكوا معايا الاخر الفيديو هو الفيديو والله يعني قصير جدا يعني مش هيخلص بسرعة يعني ما تقلقوش فياريت معلش ما تجروش الفيديو عشان تعرفوا المرحلة المراحل بتاعته احنا مشيناها ازاي? انا نسيت اقول لكم هو يفضل ان انتم تفرموا الدهن في المفرمة. آآ انا انا قطعته بالسكينة عشان برضو الناس اللي عندهم ما عندهمش مفرمة آآ يعرفوا ان الموضوع سهل يعني يتعامل برضو. ياريت لو لو هتقطعيه بالسكينة ومش حب يكون فيه قطع دهون آآ كتير اقطعيه قطع اصغر من لنا قطع طعام. اشوفوا هنا الدهن بدأ يسيح او لونه اتغير شوية. ففي الوقت ده هنحط نصف كيلو لبن للكيلو آآ دهن. تمام? ونقلب بسرعة. هنقلب بسرعة عشان اللبن يتجانس مع مع الدهن. هنا بقى اللبن بدأ يفور وهتشوفوا هو هيتحول ازاي آآ لزبدة. حتى هي آآ هيعمل مورتة وهوريها لكم. يعني ولما تعملو ان شاء الله هتدوقوا المورتة دي هي مورتة مورتة يعني بتاعت آآ بتاعت سامنة فلاحي مفيش كلام. مع بعض كده هنشوف آآ هيتحول ازاي من آآ من دهن اللي سامنة. ياريت بقى اللايك والاشتراك لو لسه مشتركتش في القناة. والشير عشان الفايدة تعم وتشارك في ان الناس ستستفاد من الفيديو ده. لان كلنا عارفين ازاي آآ الحاجات آآ الدهون السمنة والزبدة والحاجات دي اتغلت ازاي. فاحنا هن هنعملها باقل التكاليف. يعني هي الدهن دلوقتي يعني انا سمعت بصراحة يا الدهن ده كان عندي. بس انا سمعت انه آآ دلوقتي يعني في حدود خمسة و تلاتين جنيه. مع نص كيلو لبن. فالموضوع كله ما بيكملش آآ آآ خمسين جنيه في كيلو ونص دهون. ففعلا يعني آآ وفي حاجة كمان صحية ومفيدة. وكل الدكاترة اكره ان الدهون آآ الطبيعية افضل بكتير من الدهون المهدرجة. اللي هي السمنة النباتي ديت طبعا مضرة جدا للصحة. آآ وطبعا زمان كانوا بيطنعونا بالعكس عشان خاطر المصانع ديت كانت آآ الله يسامحهم بقى هما اللي كانوا بيروجوا لكده عشان يشتغلوا يعني. آآ بس مع الايام اكتشفنا ان هي دي الدهون الصح اللي بتفيد الجسم فعلا. وقالينا زمان كانوا صحتهم حلوة عشان كان كل حاجة في حياتهم طبيعية. فياريت ما تنسوشوا اللايك والاشتراك والشير آآ عشان الفايدة طام. بتساعدوني كمان على الاستمرار يعني. اكون شكرا لكم جدا. هنا بقى السمنة تحولت اهي. آآ بدأت آآ اللبن يختفي. وبدأ السمنة تظهر. يعني هتبص تلاقي اللبن حبة حبة بيتحول آآ لسمنة مع الدهن. وهوريكوا آآ اللون لون الدهن مع المرتا هيبقى عامل ازاي دلوقتي. واقول لكم هنقفل عليها النار امتى? الحليب هنا اختفى خالص. ولون الكطع الكطع الدهن. آآ بقى لونها اصفر فاتح. لان احنا هنقفل للنار حالا. انا كده قفلت النار. وبوريكوا اللون اللي هنقفل عنده. لان طبعا هي بتبقى لسه درجة حرارتها عالية جدا. فاللون بيغمق حبة عن كده. بس مش كتير يعني. تمام? وكده آآ آآ وصفتنا تكون خلصت بس هوريكوا. احنا قد ايه تطلعنا آآ 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 سائل آآ من من الدهن ده. وقد ايه كطع? هنشوف لما هنعبيها في البطرمانات دلوقتي. احنا طبعا سايبينها تبرد. وهوريكوا المرتة هي طالعة في في المعلقة ازاي وانا دقتها. اطعمها حلو جدا والله. زي المرتة الطبيعية واحلى كمان. بس كده انا كنت ناسي الملحة وحطيته في. في الاخر مش مشكلة يعني هو المفروض. وهي بعد ما استويت في الفترة الاخيرة ديت قبل قبل ما بقفل النار بحط الملح. عذروني معلش انا دايما بكلمكوا يعني قرب الفجر كده وطبعا الصوت بيبقى بوز او بنام كمان يعني. فصوتي دايما معلش يا اما بكلمكوا الصبح بدري. انا نفسي اضبط موضوع وقت التسجيل. اكلمكوا وانا فايقة كده واعرف صوتي يطلع كويس. بس معلش ازروني. ده شكل السمنة. وده شكل. وده شكل القطع الدين. وبكده الفيديو بتاعنا يكون خلص. يا رب يكون عجبكم. واشوفكم على خير ان شاء الله. الفيديو الجاي. شكرا مع السلامة.